برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك استضاف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور هايل داود وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأسبق للحديث عن الهجرة النبوية والمعاني الإسلامية التي تحملها هذه المناسبة الدينية حيث وصفت داود هذه الذكرى بأنها تجسد روح التسامح والمودة بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين على اختلاف أديانهم وخلص الحوار مع الضيف على أن أبناء الأردن يلتقون دائماً على المحبة والتقارب والانتماء الصادق لبلدهم وعروبتهم إذ أن جميع الأردنيين شركاء في بناء هذا الوطن الغالي على أهلهم ويعملون بقلب واحد لما فيه خير بلدهم وعزة شعبهم وقيادتهم المباركة حتى نعطي صورة عملية واقعية من هذا الموضوع كنت أنا كوزير أوقاف في المناسبات الدينية لإخواننا المسيحيين نذهب إليهم في كنائسهم ونبارك لهم وأتيناكم وأتينا أكثر من كنيسة من كنائس إخواننا المسيحيين نبارك لهم في الأعياد المسيحية كما كانوا يأتون إلينا يزوروننا في أيضاً مناسباتنا وفي أعيادنا يباركون لنا مثل هذه الأعياد كنا في شهر رمضان نتقبل دعواتهم في إقامة الإفطارات شخصيات مسيحية سواء كانت من رجال الدين أو من غيرهم نعم صحيح فنذهب للإفطار في هذه اللقاءات ولنعطي صورة واقعية من أجمل الممارسات ومن أقوى الرسائل التي نعظ بها من خلال عملنا هو أن نجسد هذه المودة نعم يعني إذا كنت مثلا في شهر رمضان فتأتينا دعوة من شخصية كريمة من الشخصيات المسيحية أمثالكم وفي بيتكم مرة أحد الدعوات هذه فهذه واحدة ومنها الحقيقة عندما قام سيادة البابا قداسة البابا بزيارة مباركة كريمة للأردن بدعوة من جلالة الملك هذا المعنى الحقيقي إحنا كوزارة اشتركنا وفي هذه الزيارة وفي الاستقبال قداسة البابا في الأردن وحضرنا اللقاء في البحر الميت واستمعنا الحقيقة إلى كلمات من البابا فرانسيس كلمات كانت عميقة كلمات تعبر عن روح الدين المسيحي هذا الدين الإنساني الذي يدعو إلى الرحمة والتسامح والعدالة وغير ذلك يخرجان من مشكاة واحدة هذه الأديان تخرج من مشكاة واحدة فكانت فعلا هذه زيارة تاريخية وطبعا ليست أول زيارة لبابا يزور الأردن سبقها أكثر من زيارة هذه رابع زيارة كانت للأردن وهذا الحقيقة بدل على منهج الدولة الأردنية وطبيعة الدولة الأردنية هذه الدولة المتسامحة الإنسانية وليست ترى فقط في العلاقة بين المكونات الدينية حتى في مواقفها السياسية في مواقفها العربية في مواقفها الدولية دائما الأردن منطلق غير متشنج منطلق وسطي معتدل متوازن في هذا الإطلاق اشتركوا في القناة